جاء رجل فقير إلى يونس بن عبيد فقال يا يونس قل مالي وكثر عيالي كأنه يشكو من الله كأنه يعترض على الله فقال يونس للفقير يا هذا لو جاء لك شخص وأراد أن يشتري عينا من عينيك بمئة ألف دينار فماذا تصنع فقال الفقير ولا بمئات الألوف قال لو جاء لك شخص وأراد أن يشتري رجلا من رجليك بمئة ألف دينار قال ولا بمئات الألوف فقال يونس للفقير أعطاك الله من الألوف المئات ومع ذلك تشكو من بسط الأرض ورفع السماوات المؤمن ينظر إلى النعمة الموجودة قبل أن ينظر إلى النعمة المفقودة يا ابن آدم عندك ما يكفيك وتطلب ما يطغيك لا بكثير تشبع ولا بقليل تقنع اذهبوا إلى السجون لتعرفوا نعمة الحرية والسجون مقابر الأحياء واذهبوا إلى المستشفيات لتعرفوا نعمة الصحة والعافية والصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى وسرير في بيتك أفضل من سرير في المستشفى وضيق في الرز أفضل من ضيق في التنفس يقول أحد المصابين بمرض السرطان أيها المتمتعون بالصحة أشكروا خالقكم على نعمة العافية وكفاكم حزنا على أتفه الأشياء واعلم يا حبيبي أن المال هو أدنى درجات الرز وأن الصحة والعافية هي أعلى درجات الرز وقال النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وأكبر دليل على أن الدنيا حقيرة لا تساوي عند الله جناح بعوضة أن الإنسان إذا أصيب بصداع شديد في رأسه لمدة خمس دقائق الإنسان في هذه اللحظة عنده استعداد أن يتنازل عن جميع أملاكه حتى يرجع إلى أموره الطبيعية مرة أخرى فيا أخي الفاضل ما دمت تنام بلا مهدئات وتستيقظ من نومك بلا وجع وأنت بفضل الله تمشي على قدميك فأنت ملك من ملوك الدنيا هل تعرف من هو الملك؟ الملك هو الذي يمتلك بيتا يأويه وزوجة ترضيه ورزقا يكفيه ترجمة نانسي قنقر